ومن الجزائر ينضم إلينا دكتور عبدالعالي رزاقي أستاذ العلوم السياسية مرحبا بك دكتور عبدالعالي نوابة في المعارضة إذن يعلنون مقاطعة أعمال لجنة الشؤون القانونية بسبب إعدادها تقرير عن إثبات حالة شغور منصب رئيس البرلمان واصفين الإجراء بأنه غير دستوري هل فعلا أن هذا الإجراء غير قانوني دستوريا دكتور وكيف ستؤثر هذه المقاطعة على عمل اللجنة القانونية والبرلمان تفضل أولا هنا بالبرلمان تشمع الحالات كي يحل لماذا؟ لأن ما جرى كله من نظر الدستوريين والدستوري المواد المتعلقة بالبرلمان تشير بأنه يحق تعيين رئيس جنيه البرلمان في حالة الاستقالية الإرادية يعني إرادته هو الذي استقال والذي سبب أصنع إليه النقطة الثانية في حالة موته والشغور يكونوا عن طريق المجلس الدستوري وليس عن طريق البرلمان لأن هذه المناصط المجلس الوطني والمجلس الأمة والرئاسة يكون الإعلان عن شغور المناصطها عن طريق المجلس الدستوري وبالتالي فما حدث هو غير قانوني وأعتقد أن رئيس المجلس بعث برسالة إلى الرئيس حتى الآن لن يرد عليه كذلك هنا قانون على مستور البلديات والولايات أنه يمنع تجميل أو سحب ثيقة من أي رئيس بلدية إذا كان على مستور البلديات نمنوع كيف يحدث في مؤسسات الشرعية يبدو أن الصراع قوي الصراع انتقل من داخل المؤسسة العسكرية إلى المؤسسات المدانية هذا الصراع دي كتب معينة لمن يخلف الرئيس ولهذا المشكلة الآن تتعامق أكثر وربما تحلل في جميع الحالات تحلل قبل نهاية الدستور لماذا؟ لأن هذه الدستور يجب أن يصدر القانون المالي الذي يحدث نزاني 2019 طيب بحسب تقديرتك دكتور ما الاتجاه الذي ستتخذه هذه القضية في الأيام المقبلة؟ أولا هؤلاء يبدو أنه ذاهبون أبعد لماذا؟ لأنه المعلومات تقود بأن الرئيس السابق ينزرواز تصل برئيس البرلمان وقال له بأنه يجب أن لا تستقيل أصبحت مسأل صراعات قوة ولهذا هذا الشخص مجاهد ومن خيرة المجاهدين وكان من أسماء الكبيرة مثل بيروت يسف الذي يستشهدون ولهذا كأسه مقوي وهو يدعمه يبدو من موقف السابق يدعمه رقائب الأركان ونائب وزير الدفاع هنا يريد حقيقة ما يجب في الجزائر ورئيس يبدو أنه نعم دكتور دكتور عبد العالي رزاقي أستاذ العلوم السياسية من الجزائر كنت معنا شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر